بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين لنا مقطع قديم ربما من أوائل المقاطع التي سجلناها في الرد على هذه الفرقة لعل عنوانه كان أريد أن أكون سلفياً ولكن هكذا أو أريد أن أكون وهابياً ولكن ذكرت فيه أن الوهابية فرق كثيرة وكل فرقة منها تبدع الأخرى أشد التبديع فالآن إذا أردت أن أتبع الكتاب والسنة أتبعي فرقة من هذه الفرق حقيقة انقلب السحر على الساحر وبنافس طريقتهم الهوجاء التي أقنع الناس بها آنذاك لترك مذاهب أهل الاجتهاد والعلم الصحيح وأئمة السلف الصالح حيث قالوا لهم مذاهب أربعة وفيه تفريق لكلمة المسلمين وفيه أربعة محارب في المسجد الحرام وفيه قصص وأشكال وبما عرف إيش قال الكرخي وبعدين الشافعية قالوا عن الحنفية كذا والحنفية قالوا عن الشافعية كذا كعادة الوهابية لا يستطيعون أن يقفوا على كبرى المسائل دائما يبحثون عن القروح ليقفوا عليها الدعوة باطلة ويمكن لكل طالب علم عرف ما هي المذاهب وعرف أنها مدارس لفهم النص المقدس وأننا لا نستطيع أن نلغي واحدة منها لأنها أفهام معتبرة وسار عليها أئمة معتبرون وإذا ما راجعت إلى أصولها تجد أصل ذلك عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العامي خلاص يا والله كتابه سنة أسهل لي لماذا أتعب نفسي بحنفي وشافع ومالكي وحنبلي الدعوة عريضة وسهلة بالنسبة للعوام طالب العلم يعني يهزأ ويضحك من هذا أشد الضحك كمن يقول لا ترجع إلى نحو أهل البصرة ولا إلى نحو أهل الكوفة وارجع إلى وارجع إلى إمري القيس لتفهم كلام العرب وتعرف منه النحو والصرف أو كمن يقول مثلا لا تقرأ برواية عاصم ولا برواية الكساء ولا برواية ابن عامر ولا حمزة وارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا أمر يعني دونه خرط القتال لدينا أحد التعليقات المختارة وقد قلنا بين الفينة والأخرى نختار تعليق من التعليقات المميزة ونعلق عليه وخاصة أنه يصب في هذا الفلك الأخ الذي اسم قناته الملك الأزدي علق بالأمس قائلا إذا كانت الوهابية على كتاب والسنة كما يزعمون يا ترى أي الفرق منهم على كتاب والسنة الجامية السلفية المدخلية السلفية السرورية السلفية الحدادية السلفية القطبية السلفية الحزبية السلفية الإخوانية السلفية الداعشية السلفية ثم يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا من التشبيه والتجسيم والتكفير والتفجير على فكرة هذه كل واحدة منها لها تشضي وانقسام في الداخل تماما تماما كما حصل مع الخوارج الثورة الوهابية والفور الوهابية الحقيقة بداية الأمر مع المال المال أغرق الناس جدا من كان وهابيا ولاسيا من رعيل الأول الجيل الأول من الوهابية الذين أشروا الوهابية في بلاد مصر وسوريا والعراق أغرقوا بالمال وهذا ليس سرا أغرقوا بالمال وهم يكتبون في مذكراتهم ذكرت واحدا منهم شهيرا وهو يتكلم أنه جاءوا سك شيء يعني بمبلغ ثمانية عشر ألف ليرة سورية آنذاك وقلت أن هذا المبلغ كافي للشراء فندقين في وسط المرجع في دمشق وهو يقول عن نفسي أنا أستاذ وقاضي ومعار في دول عديدة وأنا أعمل منذ ثلاثين سنة في أعمال محترمة يعني لم أجمع إلا ثلاثة ألاف ليرة ثم جاءني في يوم الواحد سك واحد بمبلغ ثمانية عشر ألف ليرة سورية لكن يعني هنا شراء الذمم الكبار ماله نحو الوهابية ونفس هذا الرجل كان يقول عن نفسه أنه مضطرب هو نفسه يصف نفسه بهذا يقول مرة مثلا حينما ذهبت إلى السليمانية في العراق كدت أن أخذ الطريقة النقشبندية هكذا يقول ولكن الله سلام يقول عن نفسه حينما ذهب إلى الشيخ الكوثري يعني أقتنع جدا بطريقة الأشاعرة والماتريدية فإذا ما رجعت إلى فلان يعني بهج البيطار يعني رجعت إلى كذا فكان في حالة اضطراب ما الذي رجح المال هو الذي رجح المال هو الذي رجح هذا وهذا كثير هذا كثير جدا في هذه الفرقة الطبقة الثانية أيضا مرتزقة جدا ولكن استطاعت أن تؤسس جاءت الضربة الضربة القاصمة أيام حرب بعد حرب تشرين وبعد معاهد كام ديفيد بعد معاهد كام ديفيد كان القطب الأعلى أنذاك في التعليم الديني مصر وخاصة الأزهر مصر مرت في مراحل يعني المرحلة الناصرية تقترب من الشيوعية والاشتراكية القيادة السياسية بعد ذلك حصل تغير وحصل كام ديفيد في بداية أمر السادات فتح الباب على مصرعه لتدخل الكتب التي توزع مجانا لماذا؟ ليقيم توازنات في داخل الصف المصري تدين سطحي رخيص جاءت كام ديفيد قضي على مرجعية الأزهر واتبع الناس مرجعية الوهابية إلى هذا لا يزال تأثير وهابية منحصرا الثورة الكبرى للوهابية جاءت مع تقريبا بعد سنة 95 بعد 95 إلى سنة 2000 وربما عشرة هذه الفترة عشرة سنة ما الذي حصل في هذا؟ ثورة الفضائيات ثورة هائلة جدا ومحمد حسان وحسين يعقوب وكلهم من المرتزقة الذين يقبضون مباشرة من الوهابية وعثمان الخميس وعرعور فحصل ضج كبير جدا وقصص وحكايات وحتى العوام تأثروا بهذا لكن هذا كان يحمل بذور فنائه في داخله لأن كل واحد من هؤلاء يتبع مرجعية تخالف المرجعيات الأخرى فانتشر بين الناس وجاءت الفضيحة الكبرى بسيطرة داعش وأخوات داعش على بعض المشاهد في بعض البلاد كسوريا والعراق فبدأ التشضي والانقسام بل بدأ حمل السلاح والوهابية المدخلية تحارب المدخلية الجهادية تحارب الوهابية الجهادية وحصل اصطدام مسلح طيب أين الدعوة التي كنتم تقولونها في الزمان الماضي كتاب وسنة ووحدة الأمة على كتاب والسنة أين هي رأينا اتباعكم العجيب لكتاب والسنة أدى إلى مزيد من التفرق وكنا في أربعة مذاهب صلنا في أربعين مذهب فأعاد التاريخ طبعا طغيان الوهابي كان في هذه المرحلة الطغيان الوهابي الأكبر كان في هذه المرحلة تقريبا ما بين خمس وتسعين على رصدي أنا إلى الفين وعشرة عدم ما فرخت الجامعة الإسلامية في بلاد المسلمين مع هذا الجامعة الإسلامية لأننا كانت تأخذ المعدلات العليا ونحن درسنا في الجامعة الإسلامية كانت تأخذ معدلات فوق ثمانين أو فوق سبعين بالمئة فالجامعة الإسلامية كان تأتي بعقلاء كثير وتأتي بناس جهلة فحصل نوع من بقي تأثيرها محدودا يعني تقريبا حوالي ثلث الخرجين من الجامعة الإسلامية يعود إلى أهله أشعريا الثلثان يعود وهابيا ويفرخون هنا وهناك حتى الجامعة الإسلامية وحد طلاب الجامعة الإسلامية في المرحلة التي كنا فيها في الجامعة الإسلامية بدأت تشضي آنذاك فالمدخلية تجهت تتجاه خلاف السرورية وكلهم يقول وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك بعد هذا الطغيان بدأت الأمور تنكشف في عصر الإنترنيت وفي عصر الفضائيات وبدأ العلماء والراسخون في العلم ينبهون الناس على الثغرات الواضحة لهذه الفرقة وكيف خدعت المسلمين والمال هو العصب الذي حرك الناس لاتباع أنت لا ترى المال لأنك إنسان فقير مسكين أنت تتبع كتاب والسنة لكن من الذي يقبض شيخك وانظر إلى الشيوخ الوهابية والبحبوحة والثراء الذي يعيشون فيه حصل الانقلاب وكل واحد من هؤلاء يعني طلابه ينشقون عنه فركوس الجزائري كل ما يعني ويخالفه واحد من طلابه ينشق عنه وهكذا وهكذا في كل مكان فأعادت لنا سيرة الوهابية سيرة الخوارج السابقة كانوا كيانا واحدا يحارب الصحابة ثم بعد ذلك أزارق وأشكال وألوان وحرورية وأصناف كثيرة بدأ التشضي والانقسام وبدأ بعضهم يفني بعضا الآن بدأ يظهر لهذا للساحة ولكن العقلاء من المسلمين بدأوا يرجعون إلى المنهج الحق وإلى مذاهب المسلمين المتبوعة وأخذ عوانا الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم